السلام لبنات كده يريل لبس عليكم نتمنى تكونوا بي خير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله وانتو ما كتشاهدوا الفيديو دياليوم اليوم مع فيديو جديد وموضوع مهم بزاف الجميع السيدات اللي كيعانيوا من نزيف بين الدورات بزاف من السيدات كيقدر يوقع لها هاد النزيف بين الدورة والدورة اللي موراها يعني في غير موعد الدورة وما كتعرفوا شنو هو السبب الحقيقي وراء هاد النزيف خليك معايا وتابعي هاد الفيديو باش تخدي معلومات كافية على هاد المشكل اولا السبب الرئيسي هو تكيوس المبيضين وهاد التكيوس ما كيخليش الهرمونات يخدموه بشكل كافي والاترابة في الهرمونات ما كيخليش البوايدة تكبر وبالتالي كل شهر كتبقى البوايدة صغيرة وكتزيد عليها الشهر اللي موراها هو كيزيدوا بوايدات اخرى وكيكونوا صغار وكيجمعوا في المبايد وبالتالي كيكون هناك هاد الحالة كنتسميوها تكيوس المبايد ومن الاعراض ديالو ان السيدة كتتعرض للسمنة وكيتأخر عليها الحمل وكذلك الدورة ديالها كتكون غير منتظمة ذك الشي باش يلا عندك تكيوس المبايد حاول تدير الرجيم باش هكا تساعد الدوة ديالك باش يقدر المفعول ديالو وكذلك ينجح في علاج هالتكيوس اللي عندك السبب الثاني هو الاورام اللي فيها او هاد الاورام كتكون حميدة في الغالب وهاد المشكل كيكتر لنا النزيف اثناء الدورة وته هي كتسبب تأخر الحمل يعني الاورام تهو ما كيسبو لنا تأخر في الحمل وكيم كل يوم يتحيدوا يلا مشيتي عند الطبيب وكتشفتي ان عندك ورام هاكا خفيف ممكن تحيده يلا ما كانش الحجم ديالو هاكا كبير ممكن تحيده بعملية بسيطة يعني لمشيتي عند الطبيب وكتشفتي هاد المشكل غادي تعالج ان شاء الله كذلك نقص هورمون البروجستيرون كيسبب لنا مشكل نزيف بين الدورات كيدير هاد المشكل ديال النزيف يلا كان عندك النقص الكبير في هورمون البروجستيرون اللي كان عارفوه بانه هو الهورمون المسؤول عن الدورة الشهرية كيقد يسبب لك النزيف وهاد المشكل هادتا هو عنده العلاج اللي هو أدوية ديال الهورمونات كيوصفهم لك الطبيب وكيقضي لك على هاد المشكل وكتتنتظم عندك الدورة كذلك يلا كان عندك قطع دم متجلطة في الدورة ديالك او متجمدة خاصة كدروري تمشي عند الطبيب فورا باش هكا تقدي تعرفي شنو السبب وكذلك باش ما تمرضيش فقر الدم ونقص الحديد إلا عندك هاد المشكل دروري توجهل طبيب ديالك باش ما يتكررش عندك مرة أخرى وكذلك اللي بغيت نقول لكم أن نقص نشاط الغدى الدرقية تهوك يسبب لهاد المشكل اقترب السيدة من سن اليأس تهوك يسبب تغير في الدورة وكتقدر تجيها جوج مرات ولا تقدر تجيها شهر وشهر ما تجيهاش كيكون هناك اقترب في سن اليأس كذلك كيمكن يكون السبب ديال النزيف وسائل منع الحمل الهرمونية تهي كتسبب هاد الترب في الهرمونات وكذلك كيقدر يكون السبب هو حمل أي انغراس البويضة في جدار الرحم كيقد يسبب هناك هاكا نزيف خفيف وهاد النزيف كيستمر غي يوما فقط يعني لكيستمر لك غي يوما نعرفي أنه يقد يكون حمل ضروري خاص تقدير اختبار الحمل باش هكما يوقعش هناك مضاعفات إذن هادو هما الأسباب اللي قد يديرو لك هاد المشكل ديال النزيف بين الدورات وفي الأخير كنبغي نقول لكم بأنه أي حاجة شتيوها غير طبيعية ضروري خاص تتمشي عن الطبيب ديالك باش هكا تعلجي المشكل قبل ما يتكاتر لقدر الله وضروري الوقاية خير من العلاج يعني ضروري خاصنا نهتموا بصحة ديالنا وبتغيرات اللي كتحدث في الجسن ديالنا انتمنى هاد الفيديوينة لإعجاب ديالكم إلا عجبكم بحال دي ما ما تنسوني إشمال لايكات كذلك الاشتراك في القناة إلا كنتي أول مرة كتشوفها وعجبك المحتوى إلى اللقاء مع فيديو مقبل إن شاء الله بسلام عليكم